شوفوا جماعة بوست كده بعطلنا دلوقتي البوست ده حنقرأه لهالة شعبان زي ما هي كتبة بتقول بجد حسبي الله نعمل وكيل في كل حد مهمل وأرواح الناس بقيت لعبة في ايدهم للدرجات دي حتى الإسعاف بقالها أكتر من ربع ساعة تصنى بيهم محدش بيعمل حاجة خلوا بالكم من المية فيها كهرباء اللي يقدر يساعد أو يكلم حد يتصرف محدش بيساعد غير الناس اللي موجودة الإسعاف لسا جاية دلوقتي يا رب يصبر أهلهم اللي حصل عربية بيضة نزلوا اتنين يزقوها تكهربوا ومحدش رد إلا الإسعاف ولسا شايلهم المكان مريوطية فصل المكان في كهرباء ولسا الإسعاف شايلة اتنين ربنا نصد دي المصيبة اللي احنا بنتكلم فيها هي يا جماعة الناس هي على الأرض أجسام عيالنا هي على الأرض الناس اللي جاية تقول لنا بلدنا حلوة وريصنا يا أخي توظف رئيسك لما يبقى عندي عيالي بتموت عيال البلد بتموت علشان شوية مطر بيحصلوا في الدنيا كلها إلا عندنا في مصر لما الدنيا تمطر لازم ندفع الدريبة دم ليه عشان البهوات ما بيشتغلوش هذه اللي قدامكو دول جسس جسس مريوطية فصل ليه عشان كل واحد فيهم شاهم وجدع شافوا عربية عطلانة نزلوا يزقوها المية حصل فيها تسريب كهرباء من عمود كهرباء ولا من كابل كهرباء اتكهربوا ماتوا وتجي تقول لي ما تكلمش وتجي تقول لي البلد حلوة وبتحب رئيسك توظف رئيسك رئيسك ايه والناس بتموت المنظر قدام حضراتكو والبوست كتبا واحدة بتشرح اللي حاصل وهي من المنطقة طبعا أنا مش بعرضه عشان أعمل لها مشاكل ولا حاجة أبدا أنا بعرضه بس علشان حضراتكو تشوفوا البهدالة للبلد عايشاه المسخرة اللي احنا فيها مطر بيحصل في الدنيا كلها إلا عندنا احنا المطر خير في الدنيا عندنا احنا المطر موت المطر يعني فيه خددلك من عيالك فاكرين العيال اللي طلعوهم بالونش من المية المتكهربة المطر يعني هوا اتنين نزلوا يزقوا العربية اللي صاحبها واقف فوقها طلعت المية المتكهربة فيها تسريب كهرابي ماتوا هي دي البلد هي دي مصر شوية مية بيكشفوا فسادكم وبيكشفوا خبتكم واللي بيطبلوا برضو بيكشفوا قد انتم ماشيينوا وراء واحد منجوس زي ده أم عبدالله